تبع وزير الإسكان عاصم الجزار المنقفة التنفيذي لمشروع السكن بديل العشوائيات الجاري تنفيذه بمدينة العبور الجديدة مشددا على دفع العمل بالمشروع وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة وأوضح وزير الإسكان أن المشروع جاري تنفيذه بنسب إنجاز متقدم بالحي الرابع عشر بالمدينة ويضم المشروع ستا وتسعين عمارة بها سلسة آلاف وثلاثمائة وستين وحدة سكنية بمساحات تتراوح من تسعين مترا مربعا وحتى مائة وخمسة عشر مترا مربعا للوحدة وستين وتسعين وحدة إدارية سيتم طرحها بالأنشطة المتنوعة وستة وتسعين محالا تجاريا بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسية ومول تجارية ومركز طبي وحضانة وذلك لتوفير الكدمات اللازمة للمنتقلين للسكن بالمنطقة